اشتركوا في القناة هتنجزها جدا تابعوا الفيديو للاخر ولو عجبكم شرفوني بالاشتراك و لايك للفيديو هتوفري الكمية المطلوب طبعا بتفرق من بيت للتاني بس لما تختاري الطماطم اختاري انها تكون سليمة ما يكونش فيها خدوش ولا يكون فيها جروح لازم تكون سليمة علشان تضمني ان ما فيش اي بكتيريا دخلت فيها انا بختاري الطماطم سليمة وجامدة مش شرط ابدا انها تكون مستوية هتخلص طبعا من الجزء الاخضر اللي موجود في نهاية الطماطم غير ما اني بخسله جامد قوي بالخل وانقعه شوية في الخل وفي المية واخسله بايدي او اخسله بالفرشة بتاعة الخضروات لازم يكون عندك فرشة مخصصة للخضار علشان تخسلي بيها وعدين قد يبالك ان الحتة الخضرة دي لازم تتشال ليه لان بيبقى فيه المبيدات اللي بتترش اللي هي كيمويات هتبقى خطر جدا لازم تقطعيها وتتخلصي منها لاني بشوف ناس بتفرزن الطماطم وبتنزلها في الحل على طول مش بتتخلص منه هو خطر طبعا انا بعملها كونكسي او ممكن انك تقطعيها نصين انت ورحت لك بس لما تتقطع كده كونكسي او تقطعيها نصين ده بيسهل ان السوايل تخرج منها وهي على النار وخلي بالك ان الطماطم بيكون فيها سوس اللي هي النقطة السودة دي اللي بتكون في الطماطم بتجيبش الشكل ده ابدا ده طبعا بيكون جواها ربنا يعافينا دود انا كمان بستخدم نص جباية من المية بنزلها فوق الطماطم على قد الكمية يعني لو كمية اكبر طبعا هتنزل لها يعني كباية لربع ولا حاجة ونزل عليها معلقة سكر او معلقتين علشان الحمودة بتاعة الطماطم وممكن انك يعني تنزلي عليها حاجة طبيعية كمان تضيفيها ليها زي البنجر علشان اللون بس تمام كده هتنزل كل ميتها وهي على النار كده طبعا هيكون السوى على نار هادية خالص زي الشمعة ما تعليش عليها النار خالص تضيفيها تاخد وقتها ممكن تاخد منك من ساعة لساعة ونص حسب الكمية بتاعة الطماطم اللي معاك تمام وبعدين كده احنا هنغطي عليها بالغطى ونسيبها تاخد رحيطة طبح هنعرف ازاي انها بدأت انها دخلت في السوى هنبص نلاقي ان كمية الطماطم اللي معانا يعني كشت شوية كده وفتصت شوية على تحت وكمان هتلاقي ان السوايل بدأت انها تخرج من الطماطم والقشرة هتفصل عن اللحم بتاع الطماطم هتبقى القشرة طالعة كده لوحدها على برا واللحم الداخل كده على جوه زي ما احنا شايفين اهو بدأت السوايل انها تخرج من الطماطم كلها واحنا على نارها دي طبعا الغليان ده بيبقى على نارها دي وحتبدأ شوية شوية انها تضمر وتكش ففي الوقت ده برضو انا هسيبها تاني مش هطفي عليها لسه شوية اهو سبتها كمان حوالي ساعة وفضلت بالشكل ده ده اخر شكل ليها خلاص كلها هي كاشت خالص على تحت والقشرة فصلت والسوايل يعتبر انها خلاص اتبخرت منها في الوقت ده انا هنقلها خلاص على بولة تكون بلاستيك صحي علشان هطحنها بالهند بلندر ايه علشان الحلة ما تتجرعش خيبقى شكلها كأنها طماطم انت مسبكها بس هي بتختصر عليك الوقت جدا انا متعودة من زمان ان انا بعملها بالطريقة دي بالنسبة بقى للتعبئة بتاعتها ممكن ان انت تعبئها في برطمنات في التلاء في الفريزر وممكن فيه اكياس ودي احسن طبعا عشان توفر المساحة وكل كيس حسب كمية الاكلة اللي انت هتعمليها يعني انت عارفة انك هتعملي مثلا مقارونا هتعملي الصلصة بتاعت المقارونا هتاخد يعني كيس صلصة المقارونا هتاخد غير انك ما هتعملي صلصة لمحشي غير صلصة لخضار خليها اكياس فيها قليل وفيه اكياس فيها كتير وطبعا لو انت ما عندكش هند بلندر ممكن انك تتحنيها في الخلاط وتصبري عليها خالص لغاية ما تبرد الاول بعد جتا تنقليها في الخلاط وتتحنيها فيه لو حبيت بعد ما تتحنيها انك ترجعيها تاني على الحلة وتوطي عليها تاني وتسيبيها لغاية ما تبخر كل السوائل اللي فيها اللي طلعت حتى الزيادة بعد ما تحنتيها خلاص يعني ده برحتك لكن انا شايفة ان كده خلاص هي مش محتاجة انها تتحطى على النار تاني بالنسبة للاكياس لازم يكون عندك اكياس كده للتلاجة وللفريزر تبع عندك مجهزة كده الاكياس دي ان كنت جايبها من كرفور كانت حوالي 70 كيس ب15 جنيه فهي بتبقى كويسة في توفير المسيحة انا بقى بحطها في برطمان او في كوباية كده وبفرتها فيه وبنزل فيها الصلصة حسب الكمية فعلا اللي انا قلتلكم عليها قبل كده انا بعتبر ان صلصة الطماطم دي من الضراريات غير مثلا ما اتب الفراخ او لحمة وافرزنهم علشان مثلا رمضان انا بعملها طول السنة هي بتوفر الوقت والمجهود بصراحة بعد ما اتعبل الكياس كده زي ما انت عايزة بالكمية المطلوبة اللي انت عايزها هتفرج الكيس ما تحطوش كده مكالكع كده على بعض ولاقى فريدي زي ما هتشوفه كده معايا منها انها تفك بسرعة لما تجي تخرجين من الفريزر ومنها انها توفر طبعا مساحة اكتر لاننا هنحطوهم فوق بعض في الفريزر وميزي بقى الاكياس انك تكتبي عليها دي الايه ودي الايه الكيس دا الايه والكيس دا الايه وكمان ما تنسيش انك تكتبي عليها كمان تاريخ الانتاج اليوم اللي عملتيه فيه علشان انت ممكن تجيبي صلصة طماطم تانية وتعمليها صلصة وتحطيهم فوق بعض لا استخدامي القديم الاول قبل الجديد وكمان اللي هو اللازق اللي هو اللي بول دا لازم يبقى يكون عندك برضو علشان يوفر عليك انك تكتبي على طول اه ما تنسيش تماما احنا بنحاول نعمل اللي نقدر عليه قبل رمضان لان الشهر دا شهر عبادة اللهم بلغنا رمضان وكل سنة وانتوا طيبين احنا مستمرين طبعا مع بعض لباقي تفريزات رمضان احنا ما تنسوش الدعم باللايك والشير والاشتراك لو اول مرة تمري على قناتي ولسه مشتركتيش وتفعيل الجرس على الكل علشاني وصالت كل فيديو هاتي اشوفك على خير الفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة